الحلقة اللي فاتت من سلسلة تجديد السيارة سيارة الزد من نيسان حرفيا السيارة هذي قررت اشتغلها بيد ديانا كانت فيها مخاطرة كبيرة من ناحية البدي والاشياء هذي ولكن الحمد لله قدرنا نجتازها لو تذكرون في الجزء الاول كانت اول مرحلة هي نقل السيارة لمكان العمل بعد التحقق من اعطال داخل السيارة بحث عمل المحرك بعد حصلنا في بعض المشاكل من ناحية البنزيم تغيير الجير بالكامل لانه كان مكسور بعدها تغيير ترمبة الخاصة بالبنزيم بعدها لاحظنا فيه صوت في السيارة غريب وصار الشكمان يحتاجي لتلحيم وقفال الفتحات الموجودة فيه في اليوم الثاني فك الداخلية وتغيير العوازل الخاصة بالسيارة بعدها تغيير الزيت الخاص بالمحرك مع العلم ان المحرك RB25 تنظيف الدعسة والبواجي الخاصة بالسيارة وبعدها العمل اللي ما توقعت اني راح اسويه حرق وتفكيك السيارة بالكامل فقبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيز المتابع لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناة باقي لنا شوي ونوصل 200 ألف متابع والشي الأخير صار لي موقف بسيط انتبهوا عشان ما يصير لكم مرة ثانية الحين الجنب الثاني جمعة الخير باقي لسنفرة بس ان شاء الله مرة زينة بإذن الواحد لحد طيب جمعة الخير هذا اللي ضبطناه الآن معجون خفيف على بعض الاشياء بدالي اللي كان عليه أول جمعة الخير جاوقت الرش قفلنا راح نبدأ أول شي برشة الأساس عشان نعرف العيوب الموجودة بعد المعجون لنخلطين جمعة الخير باوية الأساس سكين هذيك سكين قل سك ليه ما تروح تجيه خير الحين بنخلط باوية الأساس بنركبها في الكاس بإذن الله ونصبها باوية الأساس برعاية كنغ دعاية غير مدفوعة برش المكان ذا كله طبعا بوية الأساس يوصف اللي يعرف لها أنا والله ما تعم بيها شي بجمعة الخير لحظة شوي راح أقول لكم موضوع صار معاي ومتأكد ممكن صار معاك مع واحد يقرب لك مع ناس كثير الناس اللي يحبون دايما يبعون ويشترون طب الثلاثة واربع أيام قررت أن يشتري كارونا للسيارة اللي هو الدفرانش اللي موجود في السيارة قعدت أبحث في أحد التطبيقات واحدة برامج ما راح أقول اسمه المهم لقيت شخص عارض نفس الطلب حقي اللي أنا أبغى أشتريه قلت خلاص زين وراح تواصل معاه وأخذ منه الطلب هذا لا أخفيكم دخلت واصلت معاه يا فلان كيف حالك طيب عندك القطعة الفلانية هذي قال لي ايه نعم موجودة عندي قلت له سليم وتأكدت من حالة الطلب قال كل شي سليم قلت له خلاص وين تبيني نتقابل قال لي انت من وين قلت له أنا من رياض قال لا أنا جال بعيدا عنك قال إذا تبيها وأنت صامل حول لي عربون الآن وأنا على نياتي خد 300 ريال وحولتها للرجال ما مداني أحولها له إلا يبلكني يا جماعة الخير لا قطعة ولا فلوس ولكن لقيت حل للعينات هذي أول كانوا يجبون وسيط عشان يكون وسيط بين شخص وشخص إذا شرع هذا يحول وهذا يعطي البضاعة نحن فيه تطبيق جديد اللي هو تطبيق شباك يا جماعة الخير بتخيل إذا أنت تبغى تشتري غرض وخايف أنك تدبع فلوسك وتروعه لك تتواصل معاه داخل التطبيق وتقول له خلاص اش حل يطلب وإذا جاني مع مندوب شباك أضغط موافقة وتستلم فلوسك في يطلع مندوب شباك يأخذ الغرض من الشخص هذك ويجي يوصله لك إذا وصلت لك أنت عندك الحالة هذه أنك تضغط موافقة وتوصل الفلوس للشخص الثاني وما راح يكون فيه أي ثلعب والشي عادي اللي راح يريح الكل اللي وطريقة الدفع عندهم متعددة تبغى تشتري عن طريقة بالبيت تقدر تقدر تشتري عن طريق البطاقة تقدر كل شي موجود داخل التطبيق هذا الناس اللي يحبون يبعون يشترون أغراضهم سواء أنت سواء هلك يبغون يعرضون شي ما لكم إلا التطبيق هذا يحمي حقك يخليك في أمان الرابط راح يكون موجود تحت في الديسكريبشن وأي أغراض عندي راح أعرضها أو أبيحها من السيارة راح تكون موجودة داخل التطبيق هذا لغير طب جمعات الخير طوني صاحي والله تعبان المهم هذا شغلنا اللي اشتغلناه حلنا داخل البيت رشة الأساس مع الباب مع الرفرف اللي ورا تقعدين يشوف والله شغل والله ممتاز مرق ولكن نابس الرش أحرض هنا الشنطة من ورا برضو عندنا هنا هذي يحتاج لها برضو بس معجون خفيف والتندة برضو يحتاج لها سنفرة ومعجون خفيفة إن شاء الله ومورها زينا نجي للجنب الثاني نشوفها أوه الكبوت أخيرا ركبوا أخيرا 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 والله الكبوت في دقات كثيرة بيني وبينكم في دقات كثيرة مرة وزي اللي جبتها عندهم لأنهم يعرفون يعني سنكروا الكبوت لأنه مورة صعبة شوي موسهل باقي هنا برضو تنظيفنا تنظف زين وهنا عندنا الجهة هذي اللي ركبنا فيها هذي استغلناها بس باقي الباب ما حطيناها لمعجون باقي الرفرف برضو ما حطيناها معجون خفيف بلخي ما أدري ودي ألطس هذي وقفلها وألغيها تمام وخلي المراية موجودة هنا برضو زيدا عكيد ذكران رفرف يمكن هنا مقصوص بعد الترحيم شوفوا شكلها بعد باقي الداخلية الداخلية بي لها شغل والله بي لها شغل 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 مو نفسي شغل خلاص ما تبقى شي نواجف يا جماعة الخير سمكة روها الأشياء تحتاج سمكة روها باقي الكبوت هنا عليه الشغل وباقي مع الجهة الثانية اي اي قاعد يعلمه المدير اي 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 طيب خلصوا عندنا الجنب هذا طبعا حنا اشتغلناه لكن قال هنا في خطأ عن فتحة البنزيل ضبطها بشكل كويس ومحتها بشكل كويس وعندنا هنا خلصوا المنطقة هذي برضو قاعدون يخلصون الباب الآن هل هو قاعد يسنفر فان شاء الله للموزعنا وهنا قاعدين يضبطوا الرفرف لان كان فيه الحامر قاعد يقول له ضبط الحرف اللي هنا خاص في الرفرف نفسه يجتمع عليها ايه يا سنع محبة اربعة السيارة نموت على الشي هذا موت ومثل ما تشوفو دخلنا هالمحل عند الريال بنحط كل بزركات صمالة سنصور حق اسامة شغلات حق الزيت حلوة ان شاء الله مثل ما تشوفون كل شي موجود بس الحين نشوف له قبل الله تلقيه حليل نختار له ان شاء الله السكان مثل ما تشوفون طبعا انا في كذا السكان في بالي يا اخي مش ناوية خبرة في كذا شغلة طبعا ما شوفتو هذا مزين يا اسامة طبعا هذا هو المحل مثل ما تكلمنا في كل شي متوفر حق هال السعيدية يضيبونيون الكتات وانواع الجناح وحب الديب والسيتات الركار والامور بس اسامة انا افاجع المتابعين باليبيب ان شاء الله ان بيستغلية راح يشوفونه مبذل الله المهم يا اخواني هذا هو المحل وهذا البيزنز كارت هون طب يجمع تخير جيت والورشة مقفلة شو هناك بعض المفتوح وهذا مقفل داخل ما حق الفرن طيب ما علينا خلصوا اكثر الاشياء اكثر الاشياء اللي في السيارة خلصوها من الى حتى الكبوت ينرسموه ولكن جايب انا جايب معاي جهاز ان شاء الله انه يشتغل جهاز هذا يكشف البديل كمية المعجون يكشفها بس دقيقة اشوف كذي يشتغل اشتغل معاي في البيت اسمادر كذي يشتغل الحين باي جربه الحين خانشوف اش سوه اول شي وهنا يا السلام يا السلام عشان كده انا قلت لازم احرق السيارة وخليها بالشكل هذا طبعا هنا هذه ما احرقتها لان المراية كانت عالقة فكوها وبسنفرونها بس خلاص وركبوا المراية ولكن اكثر الاشياء حرقت امورها زينة البديل ما في معجون بشكل كبير نجرب الحين دقيقة باقي نشغل وندي يالسلامي شوانت الخير اشتغل الحين شوفوا كمية المعجون طبعا الحين بحطها البديل اذا اعطاني واحد كمية المعجون كثيرة صفر باصلة عشرة صفر باصلة ثلاثة هذي امورها زينة نجرب هنا بسم الله 24 بالنسبة مرة جميلة بالمعجون وهنا 12 الباب نحط على الباب 82 الباب ممكن لو نحطه هنا ايه صفر باصلة خمسة 59 ربارغ 50 صفر باصلة خمسين صفر باصلة ستين كوبوت بسم الله صفر باصلة خمسة ستين شوفوا هنا ناظر في حديد صح شوف احط على الحديد شوف كم يعطيني صفر باصلة اثناش على الحديد صفر شوفون يعلمنا كمية المعجون الموجودة صفر باصلة ستين الرفرة من قدام اكيد في كثير هذا ايوه انا متاكد هنا كانت في عفتة خفيفة تحط عليها ماجون وطلع 1.35 كمية المعجون هنا شوي كثيرة نجي للرفرة في الثاني برضو اوكي معاية يقرأ توقع بغالا اه هذا ما سنفروه اوكي اوكي ما سنفروه هذا ما سنفروه انيجي هنا شوفوا حديد ناظروا صفر تحت معجون صفر باصلة 29 شو بعد الخير كثير يقول لي يقولوا سامة وش راح تسوي في السيارة بعد ما نخلص العملية هذي كلها عملية البويا والاشياء هذي راح ننتقل على طول للداخلية اول ما نخلص الداخلية والكهرب والاشياء الموجودة والتنجيدة راح ننتقل نجيب لها جنوب بعدها يبغالها مساعدات يبغالها بعض الاشياء راح نخلصها ان شاء الله وتكون مببوطة باذن الواحد اجمعات الخير موعد الاساس سلام قاعدين نرشونها لا سلام اخيرا اخيرا وصلنا لمرحلة هذه سلام سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة